بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الذي أعادنا لما كنا في الخير إن شاء الله في مدارسة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا وعلمنا بما نجهل اللهم وانفعنا بما علمتنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوصيكم أيها الإخوة التمسك بالسنة في كل شيء في الحقيقة والسنة مظلومة كلمة متعمدة في استعمالها سنة رسول الله مظلومة في الدنيا كلها ولا يتمسك بها إلا أناس قليلون فسأل المسافرين إلى غير هذه البلد وهذا البلد أقامه الله وأدامه وأقام مسؤوليها بالصحة والعافية ومن عيون الأداء والحاسدين يحسدوننا في كل شيء يحسدوننا في تحسن ديننا وفي تحسن دنيانا والحقيقة حتى بعض المسلمين وأسافر إلى خارج تجد آثارها كثيرا وأنا حديث أهد بالخارج جاي البارحة فأدو الله تبارك وتعالى أن يديم هذه الدولة التي أحيت السنة والأقيدة بعد ثمانية قرون عجاف ما كانت أحيت مثل هذه إلا في ردحة من الزمن في زمن شيخ الإسلام من التيمية وعلى ما إشهام منها الحنابلة والدماشقة جزاهم الله خيرا فندو الله تعالى أن يقيم السنة والملة التي أنزلها الله تبارك وتعالى نبيه كما هي فالتعصب المذهبي الأقدي أولا يأكل المسلمين بعضهم من بعض كذلك التعصب الفقهي وخاصة في الهند وأنا أقول لإخواننا دائما الذين إن شاء الله جاءوا في الحج ويأتون تعصب المذهبي الحنى فيهم سبحان الله يتشاورون فيما بينهم كيف يوقف المد العقيدة السلفية وهذا وارد وأنا الآن كتبت وندعو الله تعالى بالوغة أردو وأنا في سفراته بفضل الله تعالى نسيحة إلى علماء المذاهب عامة وعلماء أهل الألماء الحنفية في الهند خاصة كتب بالوغة أردو ويطبعه أحد من الإخوان جزاهم الله خير شيخ فضل الرحمن في جدة وندعو الله تعالى أن نتبعه نسيحة نسيحة تعريف للدين الخالص ثم ذلك ما حصل منهم من المشورات في كيف نوقف المد العقيدة السلفية واحد من هؤلاء المجتمعين صوته موجود أمامي وهو قد درس في الجامعة الإسلامية قال أنا بقيت في الجامعة الإسلامية أدلث تسع سنوات والذي هو بؤرة الفساد لنشر غير التقليد ونشر غير الأشارية سبحان الله فيجب علينا ندمغ بهذا اللفظ كلمة بلغة أردو يقول ندمغ الأصل الذي ينتشر منه العقيدة تنتشر منها العقيدة السلفية هل تتصورون هذا؟ فلذلك أشكر الله تبارك وتعالى والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي أولا نادا لا فأقول السنة مظلومة أقيدة وعملا في الدنيا كلها فأنتم لكم الهناء والتهنية بأنكم الحمد لله طالبوا علم السنة ولعملون لها إن شاء الله ويجب عليكم أن تكونوا بالحكمة والمعزة الحسنة بدون المجادلة بالباطل وبدون التشنج كنت قرأت الحمد لله في باطلنا الخلوات تفيذ الإنسان السفرات فوجدت أن شيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله أظنه هو الذي كان يناظر كان يناظر مخالفيه ويتبسم ومقابله كأنه يتميز من الغيظ سبحان الله فشاف رأى أحد قال هذا الشيخ يقتل خصمه بتبسمه فقط سبحان الله فكونوا على حسن الختاب كونوا على حسن الأدب ما كل مخالف حتى لو جاء كافر بالله كونوا على حسن الختاب وتعلموا حسن الختاب بارك الله فيكم ومن أحسن الختاب بأن لا تغضب عليه ولا تنهره وكن كأنك ناصح أمين له إن شاء الله ولا تنهره بدون ما تبلغه إن شاء الله ما عندك من الخير فلابد أن يكون فالحمد لله جاءت هذه الفكرة نقول نعنيكم على هذا الذي أنتم عليه ودوموا عليه إن شاء الله فأنتم على خير لا شك فيه والله العقيدة الصلافية سلفية بمعنى عقيدة الصحابة مظلومة وأقيدة العشهرية الماتريدية منتشرة بين أهل المذاهب كلهم المالكية والشافعية سبحان الله والإمام الشافعي أشد الناس أو من أسد الأئمة رحمة الله بالحث كتابه الرسالة وكذلك الأم وكتبه عامة مليئة بحثة التمسك بالسنة الإمام أحمد رحمه الله إمام مالك رحمه الله لكن غير أصحاب الإمام أحمد فيهم من خرج أن الجادة لكن هؤلاء أصحاب الإمام أحمد طول الدهر كانوا دائما أعبر أنا رمزا لتسخيه الأقيدة والعمل أيضا ترجيح للمسألة عندهم ولو كان عند غيره فيقولون الراجح الموافق للسنة كذا قداما فنقول كل هؤلاء تركوا الأقيدة أقيدة السحابة تأويل أن الله في كل مكان وكذلك تعطيل الصفات فالحمد لله إثبات أقيدة السحابة والنسبة إلى السلف يعني السحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بدل النسبة إلى العشري الذي جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة سنة متى مات أبو الحسن العشري رحمه الله سنة ثلاثم وتسع عشرين مات هو وانتشرت أنه أقيدته قبل هذه يعني في خلال ثلاثين سنة أو أربعين سنة أبو منصور الماتريد مات ثلاثمائة واحد وثلاثين سبحان الله الناس كانوا ينتسبون نحن أشعري الأقيدة ما تريد الأقيدة فنقول حنانيكم بارك الله فيكم هذه ليست حقيدة السلف حقيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي ترك عليها صحابة رسول الله كذلك في مسائل السلوك والتزكية جاءت انتصابات كثيرة انظر على نقشبندي چشتي قادري سهروردي تيجاني رفاعي وما أدري ماذا إن كان طلعت خمسة عشرة فمن الممكن إلى يوم القيامة تاتي نسب كثيرة وكلها فيها بدع كثيرة في طريقة الأذكار تركوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تركوا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم تركوا طريقة تزكية النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناس مزكين من عند الله ورسوله هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم لم تكن هناك تحريك يمين وشمال لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكلما سحت فيكون ذكر بالجهر وهذا أفضل من ذكر بالسر وكذا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويقوم من المسم هذه الأذكار لا فأنتم الحمد لله السنة والسنة مظلومة ويجب عليكم أن تنصروا الزالم المظلوم فالسنة مظلومة تنصرها إن شاء الله والذين هم خلافه بالحكمة واللين وما جاء اللين في شيء رفق في شيء إلا زانه فرعون من أشد الناس على دين الله أنا ربكم الآلى لكن الله الرحيم الغفور قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا سبحان الله يقول أنا ربكم الآلى أنت أيها العبد أنت حينما تقول وتسجد وتكون أقرب ما تكون من ربك أو أن تساجد تقول سبحان ربي الآلى فماذا يكون رحمة الله بك ماذا يرحم لهذا المتمرض وهذا هذه التاغية وهذا التاغية ويقول اذهب إلى فرعون إنه تغى رحمة به الذي يقول أنا ربكم الآلى فأنت افتخر بأنك إذا سجدت وقربت من الله تبارك وتعالى سبحان سبحان ربي فما أكثر رحمة الله عليك إن شاء الله فندع الله تعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم في كل شيء فيما نأتي ونذر وبارك الله وفيكم جزاكم الله خير ثم ثانيا قد فرحت بروياكم جزاكم الله خير ندع الله تبارك وتعالى أن نشتم دائما على الخير ولا يبعدنا الله من بلده ومن حرمه الكريم الذي شرفنا بالجلوس لهذا العلم الذي هو علم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل هذا قبل الحج يكون آخرا الدروس في اللغة العربية وبعد ذلك إن شاء الله نخص بلغة أردو لضيوف الله ثم لضيوفكم إن شاء الله ونلتقي إن شاء الله بعد الحج وبارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه كتاب النکاح الرسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح في كتاب الله تبارك وتعالى جاء بمعنى العقد في كل مكان كما قالوا وأنكه العيام منكم ولا تنكه المشركات ولا كذا بمعنى العقد هنا إلا في موضع واحد قالوا جاء بمعنى الجماع وهو قوله تعالى أين بمعنى الجماع فإن طلقها فلا تحل الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسره بعسان ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بعد ذكر الخلع قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكحا زوجا غيره هنا بمعنى الجماع تفسيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمعنى العقد فقط ولغة من حيث اللغة فالحقيقة قال القاري في المركات هو مشترك بين الوطي والعقد اشتراكا لفظيا مشترك لفظي كما يقولون في اللغة العربية الفاذ كثيرة تشترك لمعاني كثير بمعنى العقد بين من أريد أن يكون زوجا وزوجة زوجا وزوجة فيكون العقد كذلك الوطي بمعنى الجماع وهو في كتاب الله لم يستعمل بمعنى الجماع إلا في موضع واحد وحقيقته قال الوطي وبمعنى النكاح بمعنى الوطي أيضا والنكاح في الحقيقة أيضا لم يذكر هنا بمعنى الخرق والشق ياتي فأنا أذكر قصة شير من عشار المتنبي لما يذكر سفره إلى من هو كان من ملوك لبنان أو من ملوك للشام نام أيها سيف الدولة ولما سافر قال ذكر ناقته وطريقة السفر إليه ويقاب لبنان وكيف بقتها وهو الشتاو وصيفهن شتاو ويذكر ناقته أنساوها ممغوطة يعني ما طول السفر نساها وحبال رحلها مهلهلة أنساوها ممغوطة وخفافها منكوحة وطريقها أذراء طريقها أذراء معنى لم تمشي على هذا الطريق النوق حتى يكون ممهدا أذراء وإستمار الكلمة منكوحة مقابل أذراء هذا له معنى منكوحة أي إن خرقت خفافها من كثرة رمي الحجار أو من كثرة صعوبة الطريق أن خرقت أخفافه الناقة وهذا معنى الخرق والشق والإذما هذا المعنى موجود في النكاح معه كذا على كلها الواضح جدا فياتي النكاح والنكاح لها فضائلها والحث من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل كما تعطي الرواية قال الإمام أنا أبي الشمال أنا أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياو في بعض الروايات جاء الحناو قالوا الحناو هذا مسحف الحياو هو الصحيح والتعطر يعني أخذ العطر والطيب الطيب والسواك والنكاح هذه كلها من أحكام من سنن المرسلين الرواية هكذا جاد من حيث نسبتها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فهذه الرواية ضعفها الولماء وفيه علل حجاج بن عرطات صدوق يخطي ويدلس وقد دلس ومكحول الشامي أيضا مدلس أبو الشمال هذا قالوا أنه ضعيف جمجهولا أنا أبي أيوب العنصار رضي الله عنه ففيه على الأقل إلا تاني تدليس حجاج إلا أنه صرح بالتحديث عند المحامل وهذا كما تتبع العلماء والعلة الثانية جهالة أبو الشمال ابن الضباب أكذب الضاد ابن الضباب فمدار الحديث على أبي الشمال وهو مجهولا لم يعرف أهو ثقة أم ضعيف ولذلك لا تصح نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما من حيث المعنى فقل معناه صحي لكن لا تقل بهذه المجموعة سدر من النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا إذا رواه ثقات ومتسل السنة غير معلل ولا شاد فهنا لم ينتبق عليه تعريف الحديث السحي ما أعرف أما من حيث المعنى فالحياء لا شك فيه الحياء وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها كذلك التعتر حب بيلي من دنياكم الطيب والنساء السواك لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر تعاهداً على السواك وصحابة رسول الله جاء في صفتهم أن السواك كان يكون عند بعضهم موضع القلم من أذنه الظاهر الكاتب يكتب ويحط قلمه هنا فكان السواك فهذه كلها أما النكاح وقد جاء من روايتنا النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني والأنبياء رضي الله عليهم السلام عامة تثبت لهم نكاحهم إلا بعضهم مثل عيسى عليه السلام وإلا العاية أهل الكريمة وما أرسلنا من رسول ولقد أرسلنا رسولاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية هذا هو نعم فلذلك الذين ابتدعوا أدم الزواج من أهل الدين كما يقوله رجال الدين هذه بداء ورهبانية من تدوها ما كتبناها عليهم نعم قال وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وابدالله وابن عمر وجابر وعكاف في الباب كما أعرفنا من قبل أنه يكون في باب الحث على النكاح يكون روايات تاتي صحيحة إن شاء الله كثير منها قال أبو يسا حديث وابو ييوب حديث حسن غريب حسن غريب هذا رأي الترمذي في الغالب هو يقول غريب قالوا في بعض النسخ جاء غريب فقط وليس التحسين لكنه على كل حال من حيث التحقيق إنه ضعيف وليس حسن إصطلاحيا ثم قال حدثنا محمود بن خداش البغدادي أنه قال حدثنا عباد بن الأوام عن الحجاج عن مكحول كلهم ثقات إلا مكحول عن أبي الشمال فجاء مدار الحديث على أبي الشمال المجهول نبي ييوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثه حفصن قال أبو إيسا وروا هذا الحديث حشيم هو ابن بشير ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أيوب ولم يذكروا فيه أبي الشمال هذا الحديث روا بعضهم عن الحجاج عن مكحول عن أيوب كان حذف أبي الشمال في ظاهره قد يحسن الإسناد لكن مكحول لم يلقى أبي أبي الأنصار وهو مرسل والمرسل من قبيل الضعيف أو من قطع يقول هكذا فإذا يبقى على حديث ضعيفا في كلتا أو كل الإسنادين ثم بعد يقوله في الباب النثمان بن أفان وحديثه من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لا فالصوم له وجاء كذلك يقول عن ابن مسعو والثوبان ثوبان رضي الله عنه جاء في حديثه النكاح لا في إسناده أن عائشة رضي الله وانا ابن مسعود الحديث نعم وابن مسعود حديثه معروف في الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ماشر الشباب من استطاع منكم الباء أتفليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطفى عليه بالصوم فإنه له وجاء وجاء عائشة رضي الله عنها إذن النكاح من سنته فلم يعمل بسنتي فليس مني هذا الحديث في إسناده عيسى بن ميمون لكنه هو مضاعف لأنه جاء من طرق أخرى وهي صحية وانا عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح بلفظ إن لكل أمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كان إلى غير ذلك فقد حلك ذكر هذا في ذكره النكاح كما ذكروا وجابر رضي الله عنه لما تزوج قال يا جابر تزوجت بكرا أم سيبا قال سيبا قال هل لا بكرا هنا ذكر أشار إلى هذا قال سيبا الحديث وتمامه قال هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك فقال يا رسول الله إن أبي أبد الله قد مات وترك تسع بنات فكرهت آتي بمثلهن آتي بمثلنا وآتي بإمرات تجمع روسهن هذا أقله رضي الله عنه فجاء بثيب وهو شاب في مقتبل شبابه لأجل أخواته ضحى شعوته وضحى رغبته في الحقيقة لأجل أخواته كارهت آتي مثل واحدة صغيرة مثل أخواته فتكون خرقاء مثل حتى جاء في لفظ كارهت آتي خرقاء مثل هن يعني تكون بالبيت ضائع لكن جئت بمرأة ثيب متزوج أو مات عنها زوجها متزوج ومات عنها زوجها تكون قد عاشت ومارست الحياة تجمع رؤوسهن فهذه كلها كذلك أنجابر إنما أيما شاب تزوج في حداسة سنه هذه الرواية فيها ضعف على كل حال أنجابر حديث آخر أيما شاب تزوج في حداسة سنه عج شيطانه أي رفع صوته بالبكاء أو الشكوة عصم مني دينه الحاصل على كل حال والروايات الأخرى أيضا جاءت بهذا المعنى وفيها بعض الضعف إلا أن كثيرا من الروايات وهي صحية في الحث على الزواج والنكاة وهي سنة المرسلين ولا شك فيه نعم يقولون إن نعم بعض خلفاء المسلمين أرسل إلى ملك الروم إلى ملك الروم رسولا فجاء ملك الروم وهو أظن أبو الوليد ومن هو أبو الوليد الباجي أبو بكر الباقلاني فجعل مدخله نازلا حتى أو كان جعل دائما أي واحد يدخل يدخل راكعا أمام الملك فلما دخل أبو بكر الباقلاني رحمه الله فدخل وراءه وجعل استه وراءه وهكذا ذكر وظهره إلى الملك فلما رأى هذا قال إن هذه لداهية أو إن هذا لداهية ولما وصل عنده فعمى عنده هؤلاء البوابي والقصاوص وغيره فخاطب واحدا منهم كيف كيف أنتم أهلكم قال أنت وإمام المسلمين وأنت من العلماء المسلمين ما تعرف أننا لحنا لا نتزوج فقال كيف أنتم لا تزوج وربكم تزوج وأنتم لا تزوج لأنهم يعتقدون أن إيسى إيسى بن الله فقال كيف ربكم يتزوج وأنتم ما تتزوج فالملك بالحقيقة انخذل وأكرمه إلى آخره فالله المستعان ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود ابن غيلان محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمود الغيلان ثقة أبو أحمد الزبيري هو محمد ابن عبدالله ابن الزبير الزبيري من الثقات قال حدثنا سفيان عن العامش هو سفيان ابن ويينة أو ابن الثوري سفيان الثوري عن العامش سليمان ابن مهران العامش العسدي الكاهلي عن عمارة يعني ثقة عن عبد الرحمن بن يزيد ابن قيس النخي ثقة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الشباب لا نقدر على شيء المقصود منها يشارة يعني لا نملك شيء وليس عندنا أهل ولا نقدر نتزوج لا نقدر على شيء فقال يا ما شر الشباب كله ما شر يقولون يا جماعة قد يكون عام لكن كلمة معشر إذا كان الجماعة الذين يصفهم وصف خاص فلذلك كلهم شباب يا معشر الشيوخ يا معشر الطلبة فيا معشر الشباب عليكم بالباءة الباءة هنا المقصود منه الزواج مع تبوية المرأة في المنزل يعني إذا كان الإنسان يقدر أن يبوئها وإذا بوأها في مكان فلا بد أن يطعمها ويكسوها ما أطعمها ما أطعمها وكسب عليكم بالباءة فالإشارة هنا بمعنى من يقدر أو حاول أن تحصلوا وتكونوا قادرين على الزواج هذا لفظ وفي رواية أخرى قال يا معشر السباب من استطاع منكم الباءة فهنا عليكم بالباءة في التزام بمعنى اجتهدوا حتى تحصلوا على ما تتزوجون وتبوئون به المرأة في منزلكم وبيتكم فإنه أي الباءة أو فإنه أي النكاح كانه يشارى ما يكون بمعنى الباءة أغض للبصر وأحصن للفرج لا شك أن الإنسان الذي عنده أهله ويلم بها إن شاء الله إن كان مهما كان طاغي الشهوة فيكون مع أمراته إن شاء الله كذلك إذا يعني يكون يعينه على غض بصره أما إذا لم يكن متزوجا ربما شيطانه يثيره أكثر وأحصن للفرج فمن لم يستطيع الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء عليه أي علا بمعنى التزام يلتزم بالصوم فإن الصوم له وجاء الوجاء بمعنى الخساف الحقيقة كما تخصى الدابة فلا تشتهي إن أساب كذلك كانه يكون له هذا لكن ليس معنى الوجاء بحيث يعالج الإنسان لنفسه فينهي أو يقطع شهوته إنما المقصود منه مثل الوجاء إن شاء الله الصوم يعتيه تقوى فلا يرفع بصره يا علي لا تتبعي نظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة فالمتقي الذي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكتب على الذين من قبلكم لا لكم تتقون وإذا أوجد في نفسه تقوى بحيث أنه صايم والصوم يعتيه كأنه دائما يتذكر بأنه لله صايم ففي حالة الصوم لابد أن يكون أشد حراسة على قلبه وعلى فكره ولا كذا فيكون يصلح نفسه إن شاء الله فهذا هو الصوم الشري الذي يعطيه مناعة إن شاء الله من التطلع إلى النظر الحرام وكذلك إلى الفرج الحرام هذا ما نعوه أما قطو الشهوة والتعمد لقطو الشهة فهذا لا يجوز لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاكثار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود وقطو الشهوة لا شك فيها يكثر أو يقل الأولاد ويكثر النساء ربما في زمن ما ولذلك يكون في الأرض فساد كبير ولذلك لا يجوز قطو الشهوة اليوم لا يقدر غدا ربما يقدره الله تبارك وتعالى ويقدره الله تعالى فيتزوج فلا يجوز له أن يعالج لقطو الشهوة والحديث الذي جاء في البخاري وغيره استأذن أثمان بن مزعون النبي صلى الله عليه وسلم للتبتل قال السحابي رضي الله عنه ولو أذن له لاختصينا ولو أذن له لاختصينا أن سرنا أخصيا فلا يجوز قطع الشهوة لا بالدوى ولا بأي طريق يجب أن يحافظ على هذه النعمة لأن الله تبارك وتعالى يقدره في المستقبل فيتزوج فيتزوج إن شاء الله أما إذا قطع فقد أتى بحرام ولا شك فيه نعم كذلك لا يجوز يعني كما يقولون ماذا تنظيم الولادة بمعنى أنه إذا جاء له ولدان وبعد ذلك يعالج بأي طريقة العزل الكثير وكذا حتى لا يولد له ليس هذا في دين الله تبارك وتعالى وبعض الناس من قلة أو رقة دينهم قد يخرجون أرحام النساء لأجل هذا سبحان الله أو يربطون أو كذا كل هذا ليس من دين الله عز وجل وفي الهند يقولون نحن إثنان ولنا إثنان يعني أنا وزوجتي وعندي ويصورون في التلفزيونات يمشي بولد وبنت يمشي بولدنا فارضنا أنهما مات فيقولون أني مفرديني أنا وأنت نعم فالمسائل هذه لا كلها في العالم كله والعام ضعأت الدنيا وفي بلاد الغرب وغيره لأجل النساء وما تركت فتنة أضرها لأمتي من النساء فهم الآن مساكين الشجوا عدم الزواج فسارت النساء يعني أذل ما تكون في الحقيقة تشتغل فيه في كل شيء والله سبحان الله مرة في بعض البلدان من لندن إلى أظن مانشستر وكذا فجأة وقفها السرع سبعس كبير وانبنشرت انفجرت كفرتها فتوقف لا يمينهم في السرعة لا عندهم تنظيم عجيب جدا يعني شيء فشيء حتى تقف على حافة الشارع فإذا امرأة المترجلة لابس بانطلون ولابس كذا من وراء ومقصودة الساحة شهر أنا بنفسي رأيت ومن وراء ما يظهر لكن من القدام يظهر أنها مرأة وأيضا يعني ضايع مسكينة حتى هذه أيضا كثير نزلت وبدأت تفك وتركب بنفسها هذا أي شقائن لهذه المرأة بنفسها تفك وبعد ذلك لما تركبت ومشت فالمسائل هذه ضيعوها في كل شيء المرأة لأن تحتاج ليس لها زوج تحتاج أن تتكسب حتى تعيش ثم تسكنها الدولة البنت الصغيرة تسكنها بجانبه الشاب إذا كانت هربت من بيتها أو خاصة هناك يعني قد يكون ما راقتها أحوال البيت يضغطون عليها ببعض الخلاقيات فهم تشتكي إلى الدولة وتمسك الدولة ورأيت حضيرة مبنية على كل حال مثل الغريفة صغيرة وما هو متعام متوخ وحمام البنت يعطونها وهي شاب وبجانبها شاب ما ندري من أي جهاجة وكلهم من هؤلاء ضاعة الدنيا والله نحن في نيما بفضل الله تبارك وتعالى بدين الله تعالى والذين تبهرهم تبهرهم ثقافة أولئك في الحقيقة ما يعرفون الحقيقة ضاعوا وضاعوا لكن هؤلاء هؤلاء على كل حال قد قدر الله هكذا كما شك موسى عليه السلام ربي قد أعتيت فرعون وملأه زينة آتاهم الله قوة فالآن بقوة الحديد والنار يتحكمون في الناس ولا يخافون الله تبارك وتعالى المسلم الذي يخاف إن شاء الله لا يقتل حتى داب لكن هؤلاء يستجيزون فصلت الله على المسلمين ونقول نوم بالله والله خلاقكم وما تعملون ما شاء الله كان شاء الله يكون هكذا قدرا لكن لا يريد شرعا أن يكون المسلمون أذي الله فصلتهم علينا ولذلك يجب على المسلمين أن يرجعوا لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون ولا نبلونهم بشيء من الخوف والجوء ونقتل لعلهم يرجعون فيجب على المسلمين أن يرجعوا ولكن والله لما يخرج الإنسان ويرى المسلمين أحوالهم في الخارج يأس ولا يبقى يبقى له إلا أن يبكي على أحوال المسلمين ويرث لها يذهبون في الدين إلى أسوأ أسوأ ما يكون بين الشرك والبدع وغير كل يوم زيادة كل يوم أكثر فهل نرجو في مصر هذا أن يرفع الله شأن المسلمين وهم أيدي سبا في أقيدتهم شزر مذر هذا يخالف ذاك وذاك يخالف ذاك كذلك الشرك فاشي شرك المسلمون يعمرون هذه القبور والمقبورين يطلبون منهم حاجاتهم وعبه جدا هذا مصر التي علمت الدنيا وهي أثقف البلاد لكن فيها هذه الأشياء موجودة عند الأزهر أنا والشيخ السبيل الله يرحمه كنت مرافقا له في بعض رحلاته جزاه الله خيرا عنده ناس كثيرين يمكن أن يأخذ أي واعظ لكن كان يأخذني ويقول أتوانس بك جزاه الله خير وعنا كنت أشغله قرأت عليه أشياء كثيرة حتى في الطائرة نجلس بن جم فالحمد الله أقرأ عليه فقال لألي مرة رحمة الله أهل رحمه ورحمه ورفض رجاءة نعم قال لي مرة سبحان الله قال أنت جاءلت سفري لا أمل منا كنت بيضا أشعار وحاجات وأتبادره والشيخ حافظ للشيخ قال طيب ذكرني إذا وصلت هناك فأعطيك نسخة من نسختين من كتاب ديوان ابن وثيمين الذي هو كان في زمن الملك رحمه الله قال أنا آتيك لأني كنت حفظت بعض أشعاره وعن قديم في الهند يا أيها الملك الميمون طائره اسمه ديت لقول الناس الهي العربي وقدم الشرع ثم الصيف إنهما قوام ذي الأمر في بدع وفي عقبي هذا يعني هو غمنا على هذا أن الصيف أيش على شير من هو الذي قال الشيف الصيف أصدق أنباء من الكتب نعم فضمن عليه نعم الشيخ بن وثيمين فآتاني يا الشيخ جزاء الله خير قال جعلت رحلتي الآن ممتعة لأن كل موقع وإذا ذهبنا في مكان أتمثل بالشيخ لأن الشيخ الهلالي رحمه الله آتاني أشيخ كثيرة بفضل الله تعالى الشيخ كان يقول الحمد لله أنت جعلت سفري أتمثل الآن وإلا ليروح ساكت معه ينعسه كذا أنا ما أتركه هو نعم فإيش كنا فيها رهنا إلى الأزهر وسكننا في فندق قريب من المسجد الحسين ومسجد الحسين لماذا سمي مسجد الحسين كذبوا على التاريخ وقالوا إن رأس الحسين مدفون هنا وهذا قبل ستمية الإمام ابن التيمية رحمه الله له كتاب رأس الحسين رسيلة صغيرة جيدة كذب هذا وقال تاريخا لم يثبت أن رأس الحسين جاء من الشام إلى مصر لكنهم أجلى وأجمل من قبة مقام إبراهيم سبحان الله روحنا يعرفون المشايخ مصر نعم مستعدين لصلاة المغرب لما دخلنا واجهنا الناس يطوفون طواف ناس مثقفين جنتلمين كما يقولون لابست بنتلون واشيا وصبح ويطوفون قال الشيخ إيش هذا والله تذكرت أول مرة قلت يا شيخ هنا هذا مسجد الحسين وهنا مدفون رأس الحسين قل أعوذ بالله ورجعنا وصلينا في الفندق نقول المصر التي علمت الدنيا الآن قبر البدوي قبر فلان قبر فلان سبحان الله كعن الله تبارك وتعالى متقاعد هناك كل حاجاتهم يطلبون عند المقبور نعوذ بالله من الشيطان فالمسلمون على كل حال الله المستعان ندعو الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيد المسلمين إلى طريق المستقيم وإلى صراط المستقيم والعهد أكبر ما تأتي على علماء الملة في الحقيقة وأكبر عهدت على علماء السنة الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى هم بأن يكونوا عالمين بالكتاب والسنة الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أخلصوا الدين من جميل أوضار فأنتم أوحدثوا هداية الأمة عليكم أكثر يقول الترمذي رحمه الله قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ثم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا العامش عبد الله بن نمير عن العامش صفيان عن العامش عن عمارة ليس هناك سبب تضيف لكنه ذكر إسناداً آخر السحيح إسناداً آخر السحيح ويقويه زيادة قال ابو عيسى وقد روى غيره واحداً عن العامش بهذا الإسناد مثل هذا وروا أبو معاوية والمحارب عن العامش عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعلل هذه الرواية الرواية الأخرى الحديث جاء عن عبد الله بن مسعود أخذ عنه عبد الرحمن بن يزيد النخي كذلك أخذ أخذ عنه القمة ابن يزيد النخي وإبراهيم التيمي فكلاهما صحيح أي كلا الطريقين صحيح نعم ثم قال باب ما جاء في النهي عن التبتل التبتل بتل بمعنى القطع نعم بتل بمعنى القطع بت وبتل هذه الكلمة جاءت في أحاديث سلة الرحم الذي جاء فيه من وصله من وصلها وصلته ومن بتله بتلته وفي رواية من بتها بتته ومن قطعها قطعت كل هذه الألفاز جاء فالبتول سميت المرأة بتول مريم البتول التي كانت منقطعة عن الرجال ولم تتزوجنا فاتبتل بمعنى الانقطاع هنا انقطاع عن النساء وترك التزوج باب ما جاء في النهي عن التبتل قال حدثنا أبو حشام الرفاعي أبو حشام الرفاعي نعم هو محمد بن يزيد بن رفاع أبو حشام الرفاعي الثقة إن شاء الله وهو قالوا أنه يعني كان فيه بعض اللين إلا أنه إن شاء الله ثقة أصله رواية مقبولة إن شاء الله وزيد بن أخزم الطائفي وهو البصري ثقة وإسهاق ابن إبراهيم هو إسهاق ابن إبراهيم ابن محمد هكذا البصري أيضا قالوا حدثنا معاذ بن حشام وإonen هشام من هو؟ هشام بن أبد الله الدستواي ابنه معاذ ابنه هشام الدستواي الأب وال ابن كلهم ثقات إن شاء الله عن أبيه هشام الدستواي معاذ ابنه هشام الدستواي عن أبيه هشام بن عبد الله أو هشام بن أبي عبد الله أبو عبد الله اسمه سمبر هشام بن سمبر سمبر هو أبو عبد الله الدستوائي أن قتاده هو قتاده بن دعامة عن الحسن عن سمرة أي حسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل حسن أن سمرة في روايات قالوا أنه لم يسمى لكن سمع بعض الروايات فالحديث على كل حال هذا صحيح إسنادا قال أبو عيزة وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادته ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا أذرية في سورة الرعد فيقول قتادة من عند نفسه نهى عن التبتل فزاد قتادته إفهاما لمعنى التبتل أن هذا ليس من سنة الأنبياء لقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وزرية هذا يسمى مدرج في آخر الحديث نعم قال وفي الباب عن سعد سعد بن أبي وقاس وعناس بن مالك وعايشة وابن أباس قال ابو إيسا حديث سمرة حديث حسن غريب وروا الأشهة بن عبد الملك أشهة بن عبد الملك الحمراني ثقة هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن عام أهشام عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فكون الحسن يروي هذا الحديث سمرة ثم يروي عن طريق تابعي فحسن البصر تابعي سعد بن حشام ابن عامر الأنصاري تابعي يروي عن عائشة فهذا أيضا جائز ما يسمى المزيد في متصل الأسانيد إن شاء الله وكل الإسنادين صحيح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أي بمانا أنه أنه التبتل نعم سعد بن عمي قاس أخرجه التبراني وفيه أن الله أبدلنا بالرحبانية الحنيفية السمحة وعنس بن مالك أخرج حديثه أحمد رحمه الله بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى للتبتل نهيا شديدا ويقول تسوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة تزوج الودود الولود نعم بعض من له هوى في مخالفة الشريعة قالوا هذه اللفظة تدل على أنكم جربوا واقتلوا ماها ويعني على طريقة الملحظين هذوها في الرحلات وكذا حتى تعرفوا أخلاقها سبحان الله ولذلك قالوا لابد أن يختلط الشاب والشاب قبل الزواج حتى يتعرب بعضهم على بعض ولا يكون هناك بعد هذا يعني التلاق وغيره بعد ما تزوج إذا خالق أو خالت بعضهم مع بعض وجرب فيلتقيان نقول في مثل هذه الهالة الدنيا كلها تعرف أن الإنسان يكون متسنع كل واحد يخالق إذا رغب في الثاني أخلاقا حسنا يقدم لها ثم بعد ذلك قد يكون يظهر مما خلق الله عليه من سوء القلق فلذلك هذه كلها كذب كيف نعرف أنها ودود قالوا من أهلها من أقاربها من أمها من أختها إلى آخره كذلك الولود الودود الولود يعني هناك بالفعل يعني بعض النساء قد تكون يعني تلد قليلا أبناتهن أيضا أو بناتها أيضا ما تلد إلا قليل فإذا عرفت مثل هذه فحاول أن تكون في مكان غير هذا تزوج الودود لكن ليس معناه أنها تترك مثل هذه النساء لأن للرجل أن يتزوج ثانية ثالثة رابعة وكذلك كبار السن قد يقول يتزوجون مثل هذه إن شاء الله وليس معناه أتركوهن ولا تزوج والثيبات هل لا بكرا تلعبها ترعب معناه أتركو السيبات لا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين فيجب على المسلمين أن يرعوا في هذه المعنى كلها فيقول ودود الولود فإني مكاثر بكم ولم وهذا دليل على أنه لا يجب للإنسان بدون حاجة وبدون ضرورة ليس حاجة بدون ضرورة والاضطرار لا يجوز أن يتسبب بإقلال الولادة أو بمنع الولادة تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق لا شك فيه الذين يقولون الذين لا يدينون بدين الله ولا يعملون بدين الله تبارك وتعالى وهم يقولون من أين يأكلون من أين يشربون سبحان الله وقد مرت على الهند أيام كان وجب على الناس الذين ساروا لهم ولدين ثلاثة أن يقطعوا الأرق حتى لا يلدوا الاندراغاندي هذه هي التي قامت بهذا وقد حصل قتال مع المسلمين مع الطباء وفريق الأطباء الذين كانوا يدورون في القرى وغيرها حتى أقفت هذه لكنها قد أفسد على نسيك ناس كثير وكانوا يأتون جوائز الذي يعمل هذا العمل حتى لا يلدوا قالوا من أين يأكلون سبحان الله من بعد ذلك قد زاد في الهند ملائين وهم يأكلون ويشربون وكل يوم إلى تحسن ففي السماع رزقكم وما فعدون لكن الناس الذين ليس عندهم دين ولا إيمان كانهم لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا وهذه من عمال الجاهلية ولذلك قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطان كبيرا والآن بالفعل يتعمدون قد يكون في الشهر الثال إسرابي يسقطون هذه كلها على كلها لا علاقة لها بدين الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال هو من الثقات وغير واحد يعني لم يذكرهم قالوا أخبرنا عبد الرزاق وهو الإمام صاحبه المسنف الإمام عبد الرزاق السناني قال أخبرنا مامر ابن راشد عن الزهري عن سعيد بن سيب عن سعد بن أبي قاس سقات أثبات قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مذعون التبتل أي عدم الزواج والامتناء من الزواج ولو أذن له لاختصينا لا اختصينا نعم ثم بعد ذلك قال باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه إذا جاء قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه قال حدثنا قطيبة وهذا الحديث بجانبه الحديث الثاني قال حدثنا قطيبة قال حدثنا عبد الحميد ابن سليمان عن ابن عجلان عبد الحميد ابن سليمان الخزاعي وكان ضريرا وضعف في حفظه عن ابن عجلان هو محمد ابن عجلان الذي قال واختلطت عليه أحاديث أبي حريرة عن ابن وثيمة هو زفر ابن وثيمة ابن وثيمة زفر ابن وثيمة وثقه ابن عبان ورواع عنه إده فلذلك مقبول النصري عن ابن حريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلوقه فسوجوه وإلا تفعلوا تكون فتنة في العرض وفساد عريض هذا الاسناد لو كان وحده فهو مضاعف إلا أنه جاء من طرق أخرى ذكره الحاكم طريق آخر في مستدرك كذلك التبران في العسد وجاء له طرق ذكره العيمة رحمة الله لهم وحسنه الشيخ العلباني رحمه الله وهو حديث حسن فيحث على أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرعة في الحديث الصحيح تنكح المرعة لأربعين لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها فاضفر بذات الدين تربت اداك يعني أخطر لا تختر ذات مال فإن المال قد يفنى ولا تختر ذات جمال فإن الجمال قد يزول ولا تختر ذات حسب لأن الحسب ليس له اعتبار فاضفر بذات الدين إذا كانت ذات الدين تسعد وتسعد الشيخ ابن بعض كان إذا سأل واحد وكانوا يقشون رحمة الله عليه اللهم أرفى درجاته في الليين كان هناك بعض الإخوان يذهب للشيخ يقول يا شيخ أنا خاف لنفسي الشيخ يقول ابحث ابحث أنا أساك فيبحث الزوجة والشيخ يساعده فيتزوجون هناك في المدينة في الجامعة الإسلامية والشيخ جزاه الله خير بما شرفه الله تعالى يكتب إلى الأمارة ويعطو المرأة الإقامة وحاجات جزاه الله خير نعم وكان لا يجيز قال إذا قدرت فتزوج هو الأول ثم تعلم الشيخ كان دائما يقول للطلبة فيقول تروح وترجع وتزوج كان الناس يغشون يقول يا شيخ أنا رايح أتزوج الآن في القرية وما عندي ما أملك يعني سبحان الله عرفنا واحد منهم تزوج في المدينة ثم بعد ذلك حسن منه تلاقي كذا وكان دائما حتى الشيخ يأتيه مرة ثانية ثالثة اللهم أخبر فألا كلها الذي يظهر أن الدراسة لا يجوز لها له أن يمنى دراسة دراسات علية ليست واجبة فحفظ دينه أو جبارك الله لكن قال وإذا كان الإنسان يقدر ويثق بنفسه جاز له أن يوخر جاز له أن يوخر وألا كلها لا تجد في الأئمة رحمة الله إلا ناسا مخصوصين لأجل العلم لم تذكر لهم أزواج ذرية ما مخصوصين مثل منهم ابن جرير الطبري قال ما حللت يزاري في حلال ولا حرام ابن تيمية رحمه الله لا يذكر له أولاد أما ابن القيم رحمه الله الطبيب هذا يحث على الزواج كثير ويقول من لم يتزوج يكون مكسوف البال وكذا والزواج يكون يفتح ويشرح صدره ويقوي ذاك صلى الله خير نعم فالحاصل الذي يقدر ينبغي يتزوج وواحد قال للشيخ يا شيخ أنا عندي زوجة واحدة وأصحاب القبيلة يقدمون لزوجة ويقولون تزوج وأنا أخاف قال أنت جبان لا يخاف إلا الجبناء والشيخ ساعده حتى تزوج الثانية وهو يدرس زملاءنا ونهن صغار وهم كبار على كل حال فالحاصل ينبغي للإنسان أن يحاول على قدر الإمكان إن شاء الله أن يجمع بين الخيرين بعدما تعلم أوائل العلم ينبغي أن يحفظ دينه ثم بعد ذلك إن شاء الله إذا حسنت نيته ربنا يفتح له الباب قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء إذا جاءكم ترضون دينه نعم وفي الباب نقول هنا إن لا تفعلوا تكون فتنة في العلم زوجوا هذا خطاب لأولياء الأمور وهذا في الحقيقة له مانا كبير العضل كان في قدم الزمان وقد ذكر الله تعالى ولا تعظلوهن أن كان أزواجهن كذلك إذا كان حصل تعارب بين الزوج بين بنته كذا بدون حرام في هذه الحالة إذا رغب الزوج أن يتزوج مع بنت الفلاني ولو كانت القبيلة تابة فهم مخاطبون أصحاب القبائل وأب والأم أنهم يزوجون ولو كانت المرأة من قبيلة دون لكن مشكلة أن تعصبات قبلية وكذا قتمنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة وهم من قريش أنكحوا أبا هند وكان أبو هند حجاما حجاما فالحاصل أنه إذا كان دينا أي كان منزلته زوجوه إلا تزوجوه وقد يحصل هذا كثير بأنهم يعني يبحثون الناس ليس لهم دين متين ويتزوجون منها فالنتيجة تكون فشل الزواج وكذا فينبغي لا كلها لن يبحث الإنسان ذات دين وذاء والمرأة وأصحابه أولياء المرأة ينبغي أن يبحثوا ذا دين إن شاء الله فيكون فيه خيرا كثيرا قاله في الباب عن أبي حاتم المزني وعايشة رضي الله عنها أبو حاتم المزني أخرجه الترمذي وهو حديث حسن وعن عايشة أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيع ابن عبد الشمس وكان ممن شهد بدرا هنا الظهر خطأ عن عايشة أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيع ابن عبد الشمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه ابن أخيه الوليد لألكم تذكرون قصة سالم وسهلة هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في أرضعيه تحرم لأنهم في الجاهلية كانوا قد تبنوا وكان يكون ففي هذه الحالة قالوا حالة خاصة أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه فتكون أما له وهو كان قد كبير وكانت له لحية كما جاء في الرواية هذه حالة خاصة في الجاهلية كانوا قد جعلوه ابنا له إن سالما ابنا لنا أو جاء في الروايات هكذا فهنا أن تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد ابن عطباء ابن ربيع وهو مولى امرأة من الأنصار وأخرجه البقاري والنسائي وأبو داود مرسلا على كل حال فجاءت الروايات بهذا المعنى كثير هو أنه مهما كان من حيث النسب والحسب وغيرها فينبغي أن يكون التكاف والمكافأة بال والكفاء بالإسلام بالإسلام لكن هناك بعض المذاهب في الحقيقة يتشددون ويقول لا يجوز أن يكون القرش كف أو غير القرش كف للقرشية أو بالعكس وهكذا وخاصة في المذهب الحنفي فيه شدة أقول هذا كله باطل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم اتباعي هذه الأشياء قالوا إن زينب وزيد سبحانه لما زوجهم الله تبارك وتعالى فلم يقدر أن يعيش لأنه زينب كانت من قرش وزيد كان مولى قالوا لابد أن ينظر إلى الكفاءة وهذا ليس من دين الله فالكفاءة في الدين فقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى خلقه ودينه كذلك فاظفر بذات الدين طربت يدك نعم والمالكية أيضا أظن في هذا الباب شديدين جدا لا يجيزون إذا كان واحد حجام إذا كان واحد دباغ لا يجيزون لغيرهم الظاهر في الكفاءة أو في المكافأة في الزواج فلا يكون كفوا الدون للقبيلة أو للحسب العالي هذه ليس من دين الله نقول بكل وضوح الحادث تدل على هذه ثم قال حدثنا محمد بن عمر قال ابو يسا حديث وابي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن ابي هريرة مرسلا ولا يضر إن شاء الله والإسناد ذاك صحيح وابن عجلان عن ابي هريرة بينهما إعضال وليس الانقطاع فلا يضر لأنه قد يكون والإنسان يذكر فتوى ولا يسند وهنا أسند عن ابن عجلان عن ابن وثيمة البصري عن ابي هريرة هنا قال ابن عجلان ترك ذكر ابن وثيمة ويقول هذا يقول علة ولا تكون علة إن شاء الله والرواية جاءت من طرق يقوي بعضها بعضا في صحة هذه الرواية قال ابو يساء حديث وابي هريرة قد خلف عبد الحميد بن وسلمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال ابو يساء قال محمد أي الإمام البخاري رحمه الله وحديث ليس أشبه وهذا كثير يعني في كلام العيمة أشبه بمعنى أقرب إلى الصواب وكأنه رأى أن الليث بن سعد أقوى من عبد الحميد بن عجلان وابد الحميد بن عجلان ضعيف نعم كان يكون هذا لكنه لو لم تكن له طرق أخرى جاءت الطرق الأخرى فقوت رواية ابن وثيمة عن أبيه رائدة رضي الله عنه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا نعم ثم قال أحدثنا محمد بن عمر بن السواق البلقي ثقة قال أحدثنا حاتم بن إسماعيل حاتم بن إسماعيل أبو المدني أبو إسحاق قالوا كان يخطي في بعض الأحيان من حفظه لكنه إذا روى من كتابه فهو صحيح الكتاب وهذا معروف في شرط السحة إذا كان عرف أن حفظه أيضا يوافق كتابه فيكون حافظ ثقة تام الضبط لكنه إذا كان حافظ الكتاب فقط ويرمي من الكتاب أيضا يسفونه بأنه ثقة تماما الثقة لأن حفظ نوعان حفظ صدر وحفظ كتاب والذي قال بعضا حفظ قمطر نعم فأي كان إذا كان حفظه ضعيف ولم يحفظ أحاديثه وروا من غير كتابه أما إذا كان ظهر أنه روا من كتابه فيكون صحيح بدون شك وهنا قد توبي فيها هذا الباب على كل حال كما مر بنا أيضا وهذه الرواية أيضا برواية حسنة فيه بعض الضعف إذا كان شبعة الضعف في محمد بن حاتم إنه يكون قد روا من حفظه لكن إذا روا من كتابه فيذهب هذا شبعة وإذا بحثنا له طرق وشواهد وكذا فيقبغيها على كل حال حاتم بن إسماعيل عن عبدالله بن مسلم وعبدالله بن مسلم بن حرمز الفدك كان ضعيف لحفظه وهو بمانا اجاجاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوتك الفدنه وندعو الله لنا ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله وندعو الله تعالى أن يسئلنا بالأيام المقبلة وصلى الله وعلى خير خلقه محمد وعلى آله والسعبه